بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وصهلاً بكم في الكابسولة 89 هنتكلم برضو في تركيبات منظومة الكلور وهنتكلم عن differential bridger regulator هو بيتقال عليه ان هو منظم الضغط السالب وهو فايدته ان هو بيحاول دايماً يخلي الضغط السالب يكون سابت وخلينا نبص كده على المنظومة داعتنا الكلور ماشي ازاي كلور جاي من هنا هو ضغط مرتفع وبعدين يعدي من vacuum regulator يبقى ضغط سالب يعدي من انبوبة القياس ومحبس التصرف يعدي بعد كده على الجزء ده الجزء ده يا جماعة اللي هو اللي احنا نسميه منظم الضغط الآيه السالب كويس زي ما شايفين كده هو بياخد اشارة بيشتغل ما بين اللي هو عموبة القياس وما بين وبعدين بالكم بعد كده الماء يتعدي الغاز ولا ايه يعدي تحت تفريغ يعني يعدي من محبس عدم الرجوع للايه يعدي بعد كده يخش على الماء الجاي من البوستر ويعديه على مقطة الحق كمام كده يا جماعة يبقى هو مكانه هنا زي ما شايفين كده انه هو ركب على الخطوط الضغط السالب مش على الخطوط ضغط الموجة أخذين بالكم فيديزوا ايه بقى يا جماعة شوفوا طبعا احنا في المنظومة دي اي ضغط بيزيد الضغط ازاي الضغط يروح على محبس ايه تنفيس الضغط او محبس ايه تنفيس الضغط خلينا اقوله بقى مكانه فيين اه هو مكانه هو ده يعني اه على الضغط المواصيل البلاستيك اللي هو الضغط السالب بيكون موجود اللي هي كده وفيه طبعا فيه هنا فيه اه عدد ضغط بيقرأ بالفاكيام خلينا بقى لكم الضغط الفاكيام اللي ماشي في المناظرنا زي ما شايفين شكله اوي شكله شبه اوي اللي ايه اللي هو الفاكيام بتاعنا اللي هو دخله مواصير حديد وطلع مين وصير بغاستيك هو بيحاول ضغط الموجب الى ضغط تفريغ لكن هو بقى نظامه مختلف شوية هو زي ما نحاولتكم شايفين مكانه فين هنا ووظفته ان هو بيعمل على تشبيه الضغط السالب يعني ايه ده تشبيه الضغط السالب يعني ايه قلت دوقتي عندي ترمباط البوستر شغالة كويس فترمباط البوستر السرعة عالية جدا وبتعمل تفريغ عالي وبعدين حصل حاجة في الخط مثلا فسرعة قلت فابتدى ايه سحب الغاز السرعة قلت فبالتالي الفاكم قل سحب الغاز يقل فطبعا ده يقوم الجهاز بتاعنا اللي هو صمام ضغط الضغط السالب يزبط الدنيا بحيث يزود الغاز اللي داخل ولو حصل العكس يعني مثلا ترمباط زيادة بوستر دخلت في الخدمة فبالتالي السرعة زادت فيسحب الفاكيا مزيد يبتدر يسحب غاز اكتر يجي يحصل ايه الجهاز ده يقلل على طول كمية الغاز اللي رايحة لنقطة يعني بيخليه ثابت على طول طب ودي تشوفها فين يا جماعة احنا الكلام ده ممكن نشوفه في البلية بتاعت الجهاز طب يعني لو هو مش موجود هتلاقي البلية على طول العمالة تتنطط طالعة نزلة ليه لان مفيش حاجة بتحكم سحب الغاز ترمباط بتتغير تصرفها بيتغير اي حاجة بتحصل في الخطوط في كميات اللحق بتتغير على طول تلاقي البلية عمالة وبالتالي مش ممكن تقرأ منها تصرف كام فده وجوده بيخلي البلية دايما ثابتة بيكون موجود فين يا جماعة بيكون موجود في الاجهزة الكبيرة يعني ايه يعني فوق عشرين كيلو في الساعة يكون موجود اقل من كده مش موجود يعني الجهاز ستا كيلو جهاز عشر كيلو جهاز خمسر كيلو كل الكلام ده مش هتلاقي معاه او منظم الضغط السالب اللي احنا مكلم عليه شوفوا بقى يا جماعة بيشتغل ازاي هو منتقل البساطة زي ما تشايفين كده احنا عندنا هنا هو بياخد اشارتين اشارة من انجكتور واشارة تانية من اه اه اللي هي اه ناحية تانية موصل على ابوتك فياس فاللي بيحصل كالقاتي هنفترض ان احنا الضغط سالب وبيعد هيدا تمام وبعدين اللي بيحصل ان اه ها الضغط بيزيد شوية فلما الضغط يزيد اه ها سوري فالمفروض ان ايه ان هو هيصحب اكتر لكن اللي بيحصل ايه يا جماعة اللي بيحصل ان ايه ان هو لما الضغط يزيد الرئ ده بيتسحب لتحت فالقبل اللي هي تقفل فحافظ على كمية اللي هي الغاز اللي هي طيب افرد الضغط اه قلب على طول زي ما حدثكم شايفين ان المواجه لما الضغط بيقل ها الرأي ده هبتدي ايه يرجع الورا والسوسة هترفعه وبالتالي بدل ما ابدأ تقل ومفروض ان هنا كمية الغاز تقل لكن الابرة بتترفع من هنا فتوسع المكان فتعدي كمية نفس كمية الغاز او التالي بتحافظ على على طول يعني تحافظ على كمية الغاز السابتة او تصرف الغاز السابت اللي وصل لنقطة الحال بتشوفوا ازاي جماعة بنشوفوا على زي ما حدثكم شايفين البلية هنا عملة طرق سعلى طول لان هو مش موجود زي ما شايفين السحبة هو هو جهاز كبير لكن على طول زي ما شايفين البلية عملة طرق سر تمام؟ طيب لهو راكب بقى بس ما يبقى المنظر هيبقى بمنظر ده ده فيديو هو زي ما شايفين البلية ايه او الفلوت يعني سبت على طول ازاي لان هو ده قايم بشغله بياخد من الاجيكتور من ناحية ومن ناحية تانية من الاجيكتور ويثبت كده كلام جميل جدا فهمنا وظيفته ايه؟ لو بلية بترقصيب ايه طب يا جماعة دلوقتي في حاجة مهمة جدا نخدوا بالكم منها دلوقتي الجهاز كبير اربعين كيلو مثلا كويس؟ لكن انا مشغله على اقل من كده مشغله مثلا على ستة كيلو كويس؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك انت تلاقي الجهاز عمالي خبه تاك 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 اللي بيحصل ايه يا جماعة؟ ان الجهاز ده راكم معا دفرينشير بيرشير رجلته فعلا كويس؟ بس دفرينشير بيرشير ده المفروض انه هو بيفتح ويقفل في الجيع في حدود الاربعين كيلو مثلا في الساعة اه مثلا هنفتعد مثلا اتشين خمسة عشرين كيلو في الساعة ستة كيلو دي حاجة صغيرة جدا يعني قفلة قفلة ضيئة جدا جدا فالابرة ما بتحكمهاش خدين بالكم فيبتدي الايه ده يقفل ويفتح يقفل ويفتح يقفل ويفتح على طول خدين بالكم فيتسمعع صوت تاج 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 تها طول الإيه طول الوقت طبعا الكلام ده جماعة بسبب أن أنت مشغل جاي بجهاز أوفرسايز دي يعني أنت عايز 6 كيلو وشغل بجهاز 40 أو 80 ميزد الكلام ده مش صحة يا جماعة نخطي بلنا منه طبعا هو الكلام يعني هو الواجب يعني هو جهاز 6 كيلو مش حايكو معي وبالتالي مافيش مشاكل خالص في الدنيا كلها لكن ده بيكون أحد الأسباب لازم يكونوا فاهمين ان هو له وظيفة ووظيفة هما جدا لكن في الاجهزة الكبيرة بس اللي هي قدر يتحكم فيها ويزبط لك التصرف دي كانت الكابسولة بتاعتنا النهاردة اتمنى انها تكون مفيدة اه بشكركم شكرا جزيلا وتمنى بكم التواصل على اه رقم الواطس موجود على الشاشة او الايميل موجود على الشاشة اه اشوفوا الشكم بخير في كابسولة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله